الوقلاس بالسلو هو طريقة القلقاس وسلق وشربة وكسبرة ناشفة وملح وفلفل اسود وكسبرة ناشفة ولمون وطوم تمام تمام يعني فيش اسم من كده قبل اي حاجة حط بس الوقلاس عشان يبدأ يتسلق اه نجيبنا الحلة ايوه تمام طبعا القاس بتسلق في شربة اه يفضل يتسلق في شربة طب لو ما عنديش شربة شوية مية ومرأة عادي مكعبين مرأة اه مكعبات تمام انزل طب دي شربة صح شربة لحم اه يبقى نقول تاني القلقاس بيفضل انه يتسلق في شربة في شربة ولو ما عندناش شربة نتسرب بقى مية بمكعبين كده ندوبهم فيه فهيدي طعم كده طب في بقى ناس تقولي طب بنحط القلقاس القلقاس من بره بيبقى مستوي ومن جوا يبقى نايد الشربة هو القلقاس الاول من نوع الدرانيات يعني هو زي البطاطس لو انا حطيته في حاجة سخنة قوي من بره يستوي ومن جوا هلقى نايد تمام؟ فهنا الشربة بس هتبدأ تدفع عندي وبعد كده ابدأ ايه؟ احط القلقاس احنا غسلين القلقاس ده؟ هقولك بقى احنا هنبدأ بقى عشان الاقاويل كتير فراحنا بغسل نشوف هنختاره القلقاس بتاعي زي ادي القلقاس ايه؟ تمام؟ لو حريك شايفها ادي اهي الحتة دي اهي لونها ايه؟ لونها بينج بامبة لما نلاقي الحتة دي لونها بامبة ايه؟ في التانية برضو تمام؟ يبقى دي القلقاسة حلوة تبقى تصلح اللي احنا ايه؟ نعملها تمام؟ ونلاقي برضو في القلقاس حاجات بارزة كده اهو يعني حاجات ايه؟ دي زي بيبقى القلقاس وغيره الكاميرا وجايبه اهو تمام؟ البامبة اوه؟ بريوم الحتة للبامبة دي كده اهو ايوه وحاجات بارزة كده يعني دي كده طريقة اختيار القلقاس للناس اللي مش بتعرف تشتري اصلا القلقاس ايه 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 مدورة اللون البينك حلو في بروز فيها تمام؟ هتلاقي في حاجات فيها شرويت فيها حاجات القلقاسة دي ما بتبقاش حلوة اوي تمام؟ طب نقطعها ازاي؟ نقطعها ايه ايه يا جماعة احنا جايبين لكم القلقاس من الاول خالص اهو من الاول خالص كده نمسك ورقة وقلم ويلا بينا هنقطعها ازاي؟ اهو اول حاجة الحتة دي انا هشيلها اه تمام ايه حاجة اهو طبعا انا مش هرخشجل القلقاس فيه مدرستين اول مدرسة إلا انا هخشل القلقاس وفي مدرسة لا تكون جام بالفوتة كل شوية همسح عشان لو فيها تين القلقاس ده انا غ maintained before she ended off القلقاس ده مخسول من برا اهو تمام؟ طب الطريقة التانية يعني ديت اول طريقة انا مش هرخشل القلقاس هبدأ القشربه وكل شوية همسح لو فيه تين وحاجه هنا أبدأ أمسحها طب الطريقة الثانية هقشر عادي لقلقاس وبعد كده هنقع في مية هقولك برضو بعد ما إيه آه بعد ما نبقى طب يا جماعة عشان فيه ناس بتقول أو نتخاني إنه فيه ناس بتخسل قلقاس وفيه ناس ما بتخسلوش فيه ناس بتقول إن إزاي ما نخسلوش الشيف يعني بيقول لنا إن إحنا بنخسله من بره وبنقطع كده مسكين مع سكينة فوتا بنمسح لو فيه أي طينا في الموضوع طيب مع إننا غسلينه غسلين بس برضو ومن تحت هشل الحتة اللي تحت دي هعمله زي إيه زي قاعدة إيه حل يبقى أنا شلت إيه عشان الناس اللي ما بتعرفش تقشر أو شلت من فوق ومن تحت وشلت من تحت فيه بقى طريقتين ممكن أبدأ أقطع كده دواير كده وأبدأ أقشر آه تمام وفيه ممكن أعمل كده وأبدأ أشير زي البطيقة آه تمام وفيه اللي أنا ممكن أعمله زي البطاطس بطاطس أه سهل سهل ليه بقى لأن إحنا جايبين قلقاسا يا جماعة نقدر نتحكم فيها صغيرة وحلوة مش الحاجات الضخمة اللي ما بنعرفش أصلاً نمسكها وبنفضل بقى في الأرض وندب وحاجات كده بنشوفها عجيبة طب إحنا عملناها كأنها بطاطساية بطاطساية هو بيتعامل مع عاملة البطاطس حلوة قوي هو أصلاً موطن القلقاس جنوب شلق أسيا يعني الحتة الاستوائية لهناك وفي ناس كمان بتزرعه في مزارع الرز عشان بيحتاج مياه كتير عشان إحنا كده بنكله في القلقاس في الغطاس في الغطاس أه بالضبط ما هو رمز من رموز الغطاس أبدأ أشيل الناس بقى كتير ما بتحبش القلقاس وبتاعه هنعمله النرده بكذا طريقة أعمله بكذا طريقة اختروا بقى الحاجة اللي انتو تحبوها وهنقول كم طريقة برضو تمام بشيله ها طيب سهل جداً موضوع التأشير اتعامل كمعاملة البطاطس بسهولة جداً أشارناه عادي لأنه إحنا متحكمين فيه فالموضوع سهل تمام حلو أبدأ بقطعه ها أي بقى إيه أي حاجة كده مالهاش لازمة آه ببدأ أشيل بنشيل تمام مثلاً في حاجات إيه في حاجات مدورة في حاجات أبدأ أشيله إيه فل نشيله بسكين اتقطعت وبقت إيه بقت زي الفل أشيل كده هنا برضو حريك بصي بقى على الشربة ممكن بس أفرت كده الفوتة حريك لو بصيتي على الشربة هل هي بدأت إنها إيه؟ قبل ما تغلي قبل ما تغلي هبدأ أننزل عليها الألقاس تمام ماستنيناش لما تغلي تسخن بس الألقاس اللي بنزلت ده مش مخصور مش مخصور تمام احنا مع المدرسة النهاردة اللي هو مش مخصور وهنعرف برضو ليه وهقولك برضو إزاي إيه؟ نشيل بس دول ونبدأ نعطع الألقاس التانية بطريقة تانية تمام؟ هجيب بسطة بقى لأن في ناس يا جماعة فكرة الألقاس بنبدأ بقى الناس برضو اللي عايزة تغسل هنغسله إزاي؟ ونلقع في حاجات والنشف وهيكيه نبدأ وفكرة التنشيف كمان يعني برضو نتكلم معاه ونعرف بقى التركات بتاعتك بسي بيه ده؟ عشان إيه؟ القلقاس بتاعي إيه؟ نظيفة أصلا غسنيها الطريقة التانية بقى دي القلقاسة برضو هفتح كده من فوق بصوا من جوه حمرة إزاي؟ تبقى زي الزبدة وأشيل كده أهي تمام ومن تحت برضو أعمله القعدة بتاعها أرميه الطريقة التانية أبدأ كده إيه؟ عشان في نشة هو القلقاس فيه نسبة نشة كبيرة تمام؟ أبدأ أقطع كده إيه؟ شرايح سوا طبعا ناشف برضو دي طريقة تانية للتقطيع و لو فيتين نزل يعني أفكرت أننا مش عارفين نتحكم فيها ونقطعها زي البطاطسايا كده فنقطعها حلقات أو دواير ونبدأ بقى كده واحدة واحدة وتكون لازم نضيفة عشان مش أخسله تمام؟ مش تمام برضو أتأكد إنها نضيفة أعمل كده تانية برضو دي طريقة سهلة يعني ما نيجي نقشرة على الليل موضوع سهل ألف أهو إحنا برضو دي غسلينها من برا دي غسلينها كله مخصوم من برا أهو حلوة أو يبقى أنا إيه؟ عملت كده أبدأ بقى أخد كل واحدة كده وأشرها كده مع نفسي كده دي سهلة تأشير ده سهل ونقدر نقطع بقى طريقة المكعبات دي برا دي أسهل من التانية دي أسهل من التانية يعني دي أسهل من البطاطس هاي حلوة اهو ونضيفة وما فاش أي حاجة تمام سهلة أو أعتقد أن دي أسهل يعني إحنا شغلنا لكم الطريقتين بس دي دي طريقة سهلة لأنك ما تيجي تقطعيها مكعبات هتلاقي الموضوع أسهل من هي تكون لسه كبيرة إحنا ماشيين معكو خطوة خطوة طريقة تقطيع القلقاس الأول طريقة اختيار القلقاسة وبعد كده إزاي نقطعها نقطع ونقشر النهاردة بقى اللي مش بيحب القلقاس هنأكلوه القلقاس غزباً اه احنا عايزين نشوف كذا طريقة للناس اللي بتحبش القلقاس بيعملوا برضو القلقاس بيقطعو كده وبيقطعو زي الصوابع وبيحمرو في الزيت زي البطاطس يعني ممكن للأولاد برضو القلقاس عفكرة مفيد جداً للأولاد ممكن يتحمر زي البطاطس اهو اه يعني نقشروا صوابع كده عادي زي البطاطس وحمرو عادي في الزيت ونحمرو عادي ممكن اعمله بقى ايه ببيض وبقسماته دي هيبقى زي القاسبة نيكده يعني نتعامل معاه كأنه زي البطاطس شبه البطاطس ايه يعني لو هتعاملنا معاه زي البطاطس هيتطلع بكذا شكل زي بقلتلك هو من نوع الدرانيات فممكن نتعامل معاه زي البطاطس بالزبط يعني هو يعتبر زي شبه البطاطس حلوة ايه انسهلت علينا حاجات كتير ايه تمام احنا كده تقريبا قشرناها بسهولة جدا اعطاك الطريقة تقطاعها كمان هتبقى أسهل من هي الكبيرة دي ابدأ برضو امسح عشان لسه كبيرة تمام اهو الكبيرة هي هنقطعها ازاي بقى نفس ام بصي تقطعت برضو بسهولة ازاي عشان شلنا القشرة وحاول برضو كله قد بعض عشان في السوا اه اه فيه ناس با عايزة تخزن القلقاس تخزنه ازاي اه بالضبط اقطعه كده بعد ما قطعته كده ابدأ اعصر عليها عصر من اللمون واحطه في كياس تلاجة وابدأ اقطعه طب انا عايز مثلا اه عايز اقعده اكتر فيه ناس برضو بتحطه مثلا في شربة لمدة دقتين وطلعه على مية ساعة وبعد كده ايه برضو في كياس طب فيه ناس تانية بتقطعوا لي المكعبات الصغيرة دك اللي هو على الاكل على طول وتكون غسله وتحطه في التلاج اه الغسيل ده ايه يعني مثلا قطعت اهو هبدأ ثواني بس يلا احنا معاك واحدة 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 بصوا بقى السهولة يا جماعة اهو لقى كده الموضوع سهل وحاول كله قد بعضه اه تمام ابدأ كده على جماعة خلاص انا بقى ايه مش محتاجة اعمل يعني مش محتاجة نظافها تاني عشان خلاص ما بقاش عندي تين اه فيه ناس بتحب يعني الناس اللي بتغسل انا النهاردة هستخدمها على طول من غير غسيل طب الناس اللي بتغسل هو بيقعد في الغسيل يوم هو الناس ما بتحبش المادة لجوا بس حالك بصي انا اشتغلت بيه مفيش اي مادة طلعت في ايدي عشان البلانش عندي يضيفة وما فهاش مية وعلى طول بخسل وبمسح بالفوتة يبقى مفيش اي ايه مفيش اي مادة طلعت همسح اللي هي المادة اللازجة المادة المحطية انا عايز اقولك المادة دي بتبقى معبودة في الملوخية وفي البامية اه هتبقى المادة دي سمى بالنسبالي لكن انا لو يعني لو انا سلقته على طول اه لو انا سلقته على طول او نقاته في مية مش هتبقى سمى بالنسبالي تمام ببدأ قطع كده بصوا يا جماعة تريد تقطيع بعد ما قطعناه ده واير قطعناه كده بطريقة اللي هي متساوية عشان نقدر وسريعة طريقة سريعة مش هي واحدة واحدة بقى كده ونقطع كده الموضوع سريع جدا وبنحاول كله قد بعضه يعني الناس اللي هي دايما بتشيلهم من تقطيع القاس ويفضل احنا حطينا الاثنين على بعض بس يفضل لما اجي اشتغل اشتغل كل القاس الوحدة او اختار كله قد بعضه عشان نسبة التسويق برده ممكن واحدة تستوي مثلا في عشر دايق في واحدة ممكن تستويق في نص ساعة اه فدي برده بتفر اه يعني ممكن كلهم يبقوا في المية واحدة او في شربة واحدة وحاجة تستويق لا عشان مش كله مقاس واحد ممكن بقى ايه تمام ادي كده طريقة التأشير وبعد كده طريقة التقطيع وطريقة الاختيار في البداية احنا احنا ازاي نختار القلقاس نفسه هاوصوا هل بقى؟ هاو كيوبس اهو ممكن دول بقى نكملهم بعدين اه لا خلاص بقى احنا بنعرفهم بقى نيجي بقى نبدأ بقى احنا الخطوة اللي بعد كده احنا حطينا الشربة احنا حطينا الشربة ابدأ بس اقلبها وزي ما قلنا شربة يفضل ان هي يتسلق في شربة شربة لحمة شربة فراغ شربة لحمة شربة فراغ اي شربة عندنا ولو ما كانش في شربة دخل في السوا لو ما كانش في شربة مية مية ونحط مكعبة ونحط عليها مكعبة كمين انا برضو هبدأ الطريقة الاولى بتاعتي اللي انا السلق بتاعي اهو ده السلق بابدأ امسكه ما باستخدمش الفرع نفسه هنعمل كده هنعمل شوية سلق قدامكو هنشوف برضو طريقتو نشتغل بها ازاي في المفروض ان احنا بدقين دلوقتي بالقلقاس اللي هو بالسلق اللي هو بالسلق تمام اللي هو الاخضر بياخد وقت شوية اهو بس شوية ماشي احنا مش بنعوز الجدور بنعوز الفرع اهو اهو بنشيله بياخد وقت اقدي ايه بقى السلق ما بياخدش فيه فيه هذا ما بياخدش فيه عنددول داخل على سوة ما لحقناش حال ربع ساعة مانا ما منكطرش تمام ابدأ مانا سكينة عندي بقطعه كتع سوىير تمام اهو اهو كتع سوىيره خالص تمام طب هعمل ايه انا هعمل سلق اصلا ممكن اضيفه سلق وكوابرا فيه ناس ما بتحبش الكوزبرة وفيه ناس بتحط ايه شبت كمان اهو تمام بس احنا بنستخدم ايه الكوزبرة تمام كده ممكن يبقى اللي معنا دلوقتي كوزبرة وسلق كوزبرة وسلق تمام يبقى تاني نقول اللي احنا اخترنا لولقاس و هنبدأ حطيناه يتسلق اهو تمام طبعا ريحته طلعه و ريحته حلو طب ابدأ اعمل ايه بقى شيل ده تمام احنا عرفنا كده طريق التقطيع كمان السلق السلق اهو و انو قاش عايزين الجدور فبنشيل بس اه ونقطعه بالسكينة كده قطع صغير هنعمل ايه بعد كده بقى فيه ناس بتستخدم الخلاط و انا هستخدمه النهاردة وفيه ناس ايه ما بتستخدمش الخلاط تهالي مهم ان احنا لازم نستخدمه لا ممكن اعمل ايه يعني الطريقة الاولى ممكن احطه كده في سمنة او في زيت وحمره قوي لحد ما لونه يبقى بني خالص وابدأ حطله الطوم وهرسه تمام طب في طريقة تانية ممكن اعمل ايه اهو الخلاط عندي مندوره على ازهر احط عشان بس الوقت معانا انزل بكل السلق اللي عندي تمام ابدأ احط ايه عليه احط عليه شوية من الكزبرة النشفة اهو وابدأ عندي حطينا السلق وحطينا الكزبرة بتاعك وشوية مية عشان بس ايه خلطيني مشيه شوية مية دي سخنة ولا ايه مية فترة عادية مية عادية فترة تمام والمصفة تمام ممكن نجيب حاجة بس نصفر ليه والمصفة المفروض دلوقتي احنا حطينا القلقاس بيتسلق احنا شايفين كمان بيغلي بيغلي اه بيستوي بسرعة تمام ممكن بردو دي هايز اعرف بردو استوي ولا هم هناعملي بقى اهو شوك اهو اصفي اهو لسه اهو بيتك لسه بس دخل في ايه سوا تمام هبدأ كده اقفل ومش عايز اعمله قوي انا مش عايزه يبقى مية انا عايزه يبقى فيه تفلي بتاعه شكرا مش عايزه بطر من كده تمام تس كده اه هبدأ احضر عندي التواصل اللي هعمل فيها ايه السل دي الاسهل بالنسبة لنا طريقة ان احنا نضربه في الخلاط هعمل بقى ايه عندي اه 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 زي طبق هصفي فيه عشان انا عايز ايه اخد الخضره بتاعاته تمام هبدأ اصفي بس كده مش عايزة الخلاط تاني اش محتاجه تاني تمام تمام هبدأ كده ايه اصفي انا عايز التفلي بتاعه طب الماء الخضره دي هحطه على القلقاس بس انا اخد نص القلقاس عشان التماطي تمام يعني الماء دي انا حطه تمام تمام مش هنرميه احنا عايزينها برده مش هنرميه ماشي هي دي لا تديني اللون اللي اخدر بحوار طويل القلقاس لا بس سهلا بس سهلا بس حوار كبير برده بس يعني لازم يعني عيد الغطاس يعني القلقاس قوية مطع انك تدخلي كده تعملي حاجة عارفة حتى لو صعب بس الناس تعجبها الناس هتنبسط بالحاجة تمام طبعا رحت الكوزبارة الناشفة مع السلق بقى يعني حاجة حلوة قوي فيه ناس تقولك احنا السلق ده بنتستخدمه في اغير القلقاس لا احنا ممكن نعمل رز بالسلق ممكن نعمل يعني كذا حاجة برضو كذا حاجة بالسلق يعني تقريبا لو السلق دايما بنحطه عشان القلقاس لا لا احنا بنستخدمه عشان له القاس بس ممكن نعمله رز بالسلق ممكن يتحط كسلطة عادي بصوا طب احنا صفينا خالص خالص المية من الفضار بتاع الخضر بتاعاتنا السلق والكوزبارة تمام اوه هعمل اف بقى مية السلق اللي انا عملتها قادرة هي هبدأ احط فيه اوه شفتوا يا جماعة تركاية قس تقولك ما بيطلعش اقدر اوه طيب ده انا اعيز اوصله للون ايه؟ اعيز اوصله للون البوني او اللي اقدر الجامل انا برضو اعيز اقدر اقدر اوه ياخد ا ايه؟ تقةى احنا صفينا السلق بعد اما ضربناهم فالخلاط صفينا المية بتاعت السلق والكوزبارة بتاعتنا وبعدين حطناهم مرامناهمش احنا حطناهم على شربة القلقاس اللي اتمامني اوه لونه حنو وعاو لسه اهو لونه اقدر اوه احنا لسه كل ده محطناش السلق نفسه مجرد بس المية بتاعة السلق بتاعت السلق لا قدت له لون فعلا طبعا بصوا الالوان بقى الالوان على الكاميرات شوية ملح مكترش عشان الشربة مملاحة شوية كزبرة نشفة شوية فلفل اسود وطبعا الشربة فيها كل ده بس انا عايز اطعم بردو اللون اسود اه بنحتاج ان احنا ندي شوية تويد اهو بالروحها خالص عشان القاس ما يتهريش معايا عشان القاس ممكن يتهري طبعا السلق هنا واخد بها ايه واخد اللون ورحت الكزبرة النشفة مع السلق اهو الموضوع مستاهل يا جماعة ريحة حلوه اه ريحة حلوه بجد ممكن بقى يعني اعمل شربة شربة لحمة شربة فراخ شربة بط يعني ممكن انوع على حسب ما اه على حسب اللي احنا بنعمله مع الاكلة نعمل لحمة يعني القاس يعني عشان يتطعم كده بالشربة تمام اهو طب الطريقة التانية اللي انا ممكن اعمل بها استرق غير خلاط لو حد مش عايز استخدم التخلاط بعد ما قطعته الكتعة زي ما انتو شفتوها صغية باخدها واحطها في ايه في حل عندي تمام واسبها كده شوية تنزل المية بتاعتها وتشرب المية يعني تنزل المية وتشرب وبعد كده هتبدأ بقى تتحول ورق صغير شبه كده يعني ورق صغير شبه كده بس ورق كبير تمام ابدأ احط عليه الطوم وابدأ احط عليه ملح في برضه والطاول بتاعتي واخده في الهون وابدأ ايه اه ندق اه ادق كده لحد ما ايه لحد ما يبقى حاجات صغيرة شبه كده بس دي اسهل انا ما بعملش حاجة اللي انا ممكن نعيد تاني ان انا بغده احطه في الخلاط مع كوز برا ناشفة وممكن فيه ناس بتحط له شبه برضه اه يعني فيه ناس برضه ايه بتحط شبه برضه تمام وبعد كده بياخد اللون لسه برضه اعمل له الطاشة بقى مع الطوم يعني دي الطاشة بقى بتاعتي يعني دي الطاشة السل ايه ينفع نخزنه شيف ابنو خزنه طبعا اه يعني طريقة بقى يعني نفس حريك شايفة الطريقة دي يفضل بقى عشان انتي حريك مش هتعرفي تحطي بقى ميا شبه كده اه يعني مش هتعامل لي ميا زي كده بقى تخزنه بالطريقة الاولى بابدأ احطه ويبدأ يشتغل معايا وبعد كده احطه في الزيت ما بقى اضربهش بقى في الخلاط يعني الطريقة الاولى ما بحبش ايه اخزن بيه لما باجه اخزن بخزن بالطريقة التانية تمام تمام واحطه برضه في كاس تلاجه وفي الفريزر والسلق بيقعد سنة فاي وقت تكون عندنا في الفريزر وانطلع على طول فالموضوع هيبقى اسهل كده موضوع اسهل جده تمام برضه ابو طماطم شغال معايا احنا خلاص حاطه يعني ده جاهز كده بس بياخد ايه طماطم جاهز بس ايه تسبيكة شوية بتاعت الطماطم طماطم والقلقاس فيها عشان ياخد الطعم بتاعت الطماطم وده برضه برضه غدر كده ودي طعم بص ابتده هو بس يعني القلقاس ابو سلق هو بس مرحلة السلق دي بتاخد وقت شوية اهو بس احنا ايه معاكم خطوة بخطوة بس احنا يا جماعة يعني فكرة التقطيع نفسه اللي احنا بنشيل همها والتأشير بتاعت القلقاس ابو سهل الموضوع طلع سهل جدا يعني اسهل من الفكرة ان احنا نعمل السلق نفسه سهلة جدا لازم نوصل للون معين للون اه اقدر غامق ويه او بني يعني على حسب انتو بتحبو ايه هلوة اوي انا شايفة فيه حاجات هناك لمون ده ده نستخدمه ده نستخدمه اللمون انا باستخدمه يعني مثلا بعد مخلص كده بتديله عصرة من اللمون اه انا ده حط له لمون جاهز لكن ده اللي احنا رسا مقطعينه بتديله عصرة من اللمون وممكن اخزنه بعد اللمون على طول في كياس بقى ونحطه في الفريزر في كياس ونحطه في الفريزر مش مخصول يا جماعة ولا منشفينه ولا عناف مية قطعنا وشنا فيه ناس بتحب التأكد وتخسله برده احطه ونقعه ليلة كاملة يعني احطه في مية كده فترة يقعد بينزل بقى كل حاجة بس كل الحاجات المواد اللازجة دي بتبقى فيها فايدة احنا بنضيع الفايدة فاحنا بننزل المواد دي المادة دي بتنزل في الشربة فهي بتفيد لكن لو قلت له القاس كده هيبقى سمم لو قلت كده هيجري تسمم طبعا طريق عليك بصي بدأ كده تطلع كمان فيه السويل بتاعته بدأ هو يطلع تمام وبرده هشوف ابو طماطم ابو طماطم خلاص بيتسبك وخلاص ابو طماطم ده طلع سهل قوي جدا اه وزي ما شيف قال كده هنعرف نضحك على ولادنا بي يعني الجيل اللي طالع والقاس والاكل والخضروات مش بيحبوا قوي فاحنا بندحك عليهم بي يعني كأنه اكل بقى عادي فده حاجات حلوة يلا ناكل مع روز فالموضوع هيبقى مفيد بالنسبة لهم حريك بدأ اهو ابدأ بقى احط التوابل بتاعتي احط شوية من الملح تمام؟ شوية من الفلفل السوط شوية من الكزبرة ايه؟ نجو كتر كزبرة الكزبرة هي اللي هتديله الطعام تمام؟ عندي فص التون بتاعي ابدأ انزل بيه فص التون بقى اول ماينزل هيبدأ بقى يديني ايه؟ الطعم والريحة اللي احنا عايزينه حيلوة اوي اهو 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 عن رشة الكزبرة اهو اهو احنا عملنا كل حاجة جماعة معاك وخطوة بخطوة على الهوة دلوقتي واحنا في الستوديو يعني الموضوع سهل موضوع سهل وجميل اهو بس محتاج ايه ترتيبات كده نجاهز حاجتنا قبلها نجيب السلق نختار القلقاس الكويس فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة بردو بتطلق بالبين السلق والسبانخ اهو يعني في ناس بردو بردو تخلي بل اهو رحة التوم بقى مع السلق بدأت تطلع اهو ابتدى يغمق قشوية زي ما احنا عايزين طول عمري بقولوهم عايزين تلفزيون يعني يشمم الناس كده الريحة انا هنقلوكو كل حاجة متقلوش انا شمم كل حاجة التواب الحلوة اوي يعني التواب الرحتها مع كمان التوم يعني عم الريحة حلوة اوي كنا دفنوا معلقة زيت كمان بنستنى لحد ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه اهو ده اللون اللي اخدر ام بلد بقى بصوا اللي اتبقى بقى كمان بقى خلاص هنغرف بقى ياه ممكن ده بس اسيبه كده ماش احنا كده القلقاس اللي هو بطماطم خلاص خلاص بتاعنا ممكن نحطه على حاجة هنطلع بس تمام تمام طيب ممكن نعمل ده قبل ما نغرف نغرف اللي اتنين معا بعد اهو بقى وصل للشكل ده ابدأ حطه على ايه نزلوا بقى على القلقاسنا الناس بقى اللي عايزة تشهق تشهق بقى في الوقت ده هيا في الملوخية ولا في القلقاس الشهق كله في الاتنين اهو اخد كده دول بقى احلى شوية القلقاس فللي واخدين ايه؟ العصارت ده كله تلق يا جماعة في شهقة في القلقاس فمتنسوش شهقت برضه في القلقاس مشهقت برضه في القلقاس متنسوش الشهقة في القلقاس ايه اهو كده بقى اخدر اخدر يعني كده بقى قلقاس ولاز يعني بس يا فاكرة السلق نفسه بياخد وقت في ان احنا حطينه ومندينه اللون اللي احنا عايزينه هي دي بس التركية واخدر وشميل بعد كده سهل بقى ويعني احنا منستنى لما يغلي او حاجة ولا كده خلاص بني لا كده بديله بس غالية مع اللسل وابدأ ابدأ اشوف ده احطه ابدأ اغرفه